اشتركوا في القناة في شركة زين الكويت وخلال اللقاء استمع سموه الى شرح مفصلا من قبل السيد نيدا الديحاني عن الاعمال التي يقوم بها الوفد الشبابي الكويتي وشركة لبريلينت لاب الرامية الى تقدم الى تقديم الخدمات الاستشارية والفنية لدعم المؤسسات الشبابية الصغيرة والمتوسطة والعمل معها من اجل تحقيق التطور لها على مختلف الاصعدة الادارية والفنية كما قدمت السيدة هي المانع نبذة عن برنامج الشركة زين فكرة عظيمة وهي التي تخاطب من خلالها الشباب على دخول عالم التجارة والاعمال وتصليط الضوء على افكار الشباب والعمل على ابرازها بطريقة عصرية والسمع سموه الى شرح عن نتائج زيارة الوفد الكويتي الى البحرين والتقائه بعدد من الشباب البحرينيين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث ابدأ اعجابهم الشديد بالافكار التي قدمها الشباب البحريني وان التعاون بين الشباب الكويتي والبحريني سيكون اكثر انتشارا في المستقبل القريب كما تم خلال اللقاء عرض البرنامج والخدمات التي يقدمها صندوق العمل تمكين للشباب البحريني في اطلاق مشاريعهم كما تم الاستماع الى مبادرة بحرين باعتبارها مبادرة مجتمعية تجمع بين الرجال الاعمال والشركات والمستثمرين والحاضنات والمؤسسات التعليمية وحكومة البحرين وقد عرب اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن عجابه بالتعاون بين الشباب البحريني والكويتي الذي ياتي انطلاقا من اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة واخيه صاحب السمو امير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله ورعاهما واشار اسموه الى ان المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة تساهم في دعم التنمية باعتبارها تمنح الشباب الفرصة لدخول سوق العمل وهم متسلحون بالخبرة معكدا همية دعم هذه المشروعات الشبابية